اشتركوا في القناة المستشار عمر مروان المتحدث باسم اللجنة العلية انتخابات الاعداد النهائية للمرشحين انتخابات البرلمان وصلت الى 5960 منهم 4166 مستقلا 1794 حزبيا بالاضافة الى ثماني قوائم في مناطق مختلف الثماني قوائم هي لحزب النور في حب مصر تحيا مصر صحوة مصر التحارف الجمهوري طيار الاستقلال فرسان مصر العدالة الاجتماعية حزب النور وفي حب مصر هم من تقدموا في جميع القطاعات الاربعة وباقي القوائم في بعض القطاعات في فحص من اللجنة العلية لانتخابات قد يصفر عن قبول او رفض اوراق البعض المصريين الاحرار رغم ان ليه اعضاء دخلوا في قيمة حب مصر طلع بيان غريب او النهار قال بعد اجتماع مجلس الامناء والمكتب السياسي الحزب ان الحزب بيبدي تحفظاته على طريقة تشكيل قائمة في حب مصر وعلى شمول القائمة لبعض الشخصيات التي لا تلبي طموحات المصريين واوضح البيان انه رغما للظروف يا رغما عن الظروف التي تمر بها الوطن التي يمر بها الوطن واعلاءا للمصلحة الوطنية يتمسك الحزب باعضائه المنتمين لهذه القائمة بالبقاء فيها ودعمهم مع استمرار الحزب على نهجه السابق في التركيز على الانتخابات الفردية التي في رأيه ستكون هي المقياس الحقيقي للتواجد الجماهيري وتمثل المعركة السياسية الحقية أما تحالف الطيارة الديمقراطية فجدد التهمات وبتدخل الدولة في أعداد قائمة حب مصر في السياق متنصل بكرة كان يجب كان بكرة تعلن اللجنة العليا أسماء المرشحين المقبولين على المقاعد الفردي والقوائم في مقال لجان انتخابات المحافظات ألا هذا حيتم ولا بعد تأجيل ومد فتح الباب وفتحوا الباب خمسة أيام ليه يا محمد والله يمنافهم حاجة من اللي فتح يا محمد مفيش حد موجود نكلم مين يا محمد في بلد في انتخابات يجب اللجنة العليا تطلع تقول بنعرف الأخبار من رويترز يا بلد فيها لجنة عليا الانتخابات ومستشرين أفاضل تحوجونا الوكالات الأجنبية عشان ما عندوكوش وكالة مصرية تنشر خبر عشان ما فيش مصدر راضي يطلع لا في تلفزيون الدولة ولا في أي مكان يعلن خبر هم زي ده اللي ماتوا مكلومين أكتر من 3000 معرفوش يتقدموا تفرحوهم تغفيلوا تلفوناتكو